هذا هو يقال بأن لكل مرئ من اسمه نصيد صحيح أنت عندك أكثر من نصيد من كل هذه الأسماء ولكن فعلاً يعني بالنسبة لها خباز مهنة شريفة ومحترمة طبعاً يعني لماذا لم تفكر في ممارسة هذه المهنة عوض أن تظل هكذا عاطل عن العمل عاطل عن العمل أنا ألا برأيك أنت بتقول بأن المسرح الذي تمارسه مجرد هواية يعني هو عمل حالو اللي عم تقول إيه المسرح هواية من اسم لها أكيد ونحن بيضال هواية عاطل لأنه ممنوعة لهذا الشغف بيواجب يومي وأنه هلأ الليلة عندي عرض وعندي مسئولية لا لازم بيضال هذا العرس اليومي هذا اللقاء الجماع اليومي وحتى لو كان عندك التزامات وعروض يومية يجب أن تذهب إليها بشغف الهاوي طبعاً وليس بتجهم المحترف طبعاً وإلا كل شيء يفقد هنا تلك الروح هذا عم نحكي بالعروضات بينما بالتمارين لا أنا أحتاج صرامة المحترف وأنا إذا بدك تلامس القصاوي شوي جديتي بالعمل لأنه خاصة بالكوميديا أنا بعتبر قمة الكوميديا ما بتمشي إلا بالجدية معينة يعني حياة تراجيدية في التدريب عند ممثلي الكوميديا مش بس هاك لأنه كمان النص اللي أنا بشتغله على فكرة هو على باس دراماتيك يعني هو على قاعدة درامية نحنا بشتغل الكوميديا السوداء يلي هو قلبة مأساوي ولكن معالجة كوميديا فهذا الكونترست كمان من أي شخص الدراماتيك ترجمة نانسي قنقر